تتوالى ردود الأفعال المنددة بقرار الإعدام الذي اتخذته ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق ثلاثين مختطفا مدنيا في العاصمة صنعاء فقد نفذت منظمات المجتمع المدني بمحافظة مأرب وقفة احتجاجية لرفض تلك الأحكام التي اتخذتها الميليشيات بعد ثلاث سنوات من التعذيب والإخفاء القسري نقف اليوم وقفة احتجاجية وقفة تنديد لكل منظمات المجتمع المدني لا نندد الحوثي ولا نندد هذه الجماعة لأنها جماعة معروفة وقد عرفت للجميع وعرفت لنا بأنها جماعة إرهابية ميليشاوية لا تعترف لا بقوانين ولا بمواثيق ولا بعهود ولكننا نقف في هذه الوقفة تنديدا للمنظمات التي تدعي أنها ترعى حقوق الإنسان وحقوق الإنسان تنتهك في اليمن وبوجود المبعوث الدولي أدانت الوقفة التي حضرتها عدد من المنظمات وحشد من أسر الضحايا ومن الحقوقيين والإعلاميين قرارات الإعدام المخالفة للقانون والمواثق الإنسانية والدولية وطالبت مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات عملية عاجلة لإيقاف قرارات الإعدام ضد المختطفين الثلاثين وحملت في البيان الصادر عنها الأمم المتحدة المسؤولية لتهاونها في تطبيق قرارات مجلس الأمن وتنفيذ اتفاقات السويد ونحمل المبعوث الأممي مارتن غريفة المسؤولية الكاملة عن تداعيات قرار الإعدام على جهود السلام وتدعو منظمات المجتمع المدني السلطة الشرعية ممثلة بالمشير عبد الربو منصور هادي وحكومته تحمل مسؤوليتهم في حماية الواطنين وتفعيل الدبلوماسية اليمنية في العالم لإيقاف قرارات الإعدام السياسية وتطالب مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ جراءات عملية عاجلة لإيقاف قرارات الإعدام ضد ثلاثين مواطن وأكدت المنظمات المشاركة في الوقفة أنها ستتخذ خطوات عملية قضائية داخلية وخارجية ضد هذه القرارات التي وصفتها بالمشينة وما رافقها من انتهاكات في حق المختطفين وذويهم وحملت ميليشيا الحوثي مسؤولية حياة وحرية المختطفين محمد القليصي لقناة سهيل مأرب